اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني ما رح ينشاف بالوطن العربي لا باسيا ولا بالخليج يعني لا بالخليج ولا بشرق الاوسط ولا بافريقيا فعشان هيك يعني الموضوع بلش يتهوله او يتكبر على اساس انه يجمع لايكات وكومنتات ومش عارف ايش فما بيخوف كثير الموضوع هو تأثيره قبله بثلاث ايام تتوخل حذر بس وبعديه بثلاث ايام هو رح يكون في برج القوس فمعناته تأثيراته رح تكون لها علاقة باشياء معينة بالحركة بالاتصالات بالطيران بالاشياء هاي وبامور الامتحانات رح اشرح انا محتمل اني انا اسجل حلقة خاصة عن الخسوف او ممكن انه من حلقة يوم الاربعة او انه حلقة الغد يعني انه اسجل الكوية من ضمن الحلقة تبعه التوقعات اليومية مع تأثيره على كل الابراج ومنكون هيك اعملنا اللازم ولكن بنصحكو انه اي واحد بتشوفه بحكي وبهول عن الموضوع حق ما تخذه في الكلام نهائيا صحيح انه يعني فيه له شوية علامات استفهام لكن ما رح اذكرها الان عشان ما حدا مثلا من اللي بتابع الحلقات انه فجأة يروح ياخذ ويسجل الحلقة قبلي وبعدين يجي بعض الناس اللي بتتابعني او الاجدادة دولة يقولك ايوا ما هو فلان حكى عنها فانت رح تأخذتها منه فطبعا هي قل اللي رح تنتبه لهذا الموضوع فعشان هيك بفضل انا انه يا اما في حلقة يا في حلقة الغد ان شاء الله رح اتكلم عنها ورح انوهلها ورح تكون الامور باذن الله يعني واضحة للجميع خلينا نروح على توقعاتنا اليوم ونشوف القمر اليوم قبل قليل انتقل وصار في منزلة القلب في برج العقرب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يمكث في هاي المنزلة لغاية الساعة تقريبا 11 و 6 دقائق ظهرا بعدين من ظهر يوم الثلاثاء بعدها بدو ينتقل القمر وبدو يصير في منزلة الشولة بعد الساعة 11 و 6 دقائق بيصير في منزلة الشولة هي للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط اما بالنسبة للقمر بما انه موجود بالعقرب فاحنا حكينا انه القمر لما بنتقل لبرج هو بعطيه لكل الابراج انه بشوي بيأثر علينا من صفات البرج اللي بيكون موجود فيه فعشان هيك بما انه موجود بالعقرب فهاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي ام محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بالنسبة للزوايا الفلكية يعني مجموعة زوايا فلكية اليوم فبتكون تركزوا معي لانه الزاوية الفلكية حكينا هي تأثيرها على كل الابراج بتأخذها مثل ما بقولها انا بتضيفها للتوقعات فبتطلع توقعاتك انت كاملة بس انا بفصل ما بينهم لانه اذا كل برج بتحكي نفس الكلام بتصيروا تقولوا ايوة كل الابراج نفس الاشي انت بتكرر انت مش عارف ايش فهيكي بكون معروف عشان اللي بدهم يتعلموا انه الزاوية ايش تأثيرها والقمر ايش تأثيره طبعا اول زاوية هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة 12 و35 دقيقة بعد منتصف الليل الليلة هاي فمن واجه مصاعب عرقي اللي بتطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضور بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون في تمام الساعة 10 صباحا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين نبتون وهي راح تكون الساعة 3 ونص عصرا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية الاخيرة فهي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة 9 و19 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة طبعا بالنسبة لهي زاوية بتكون الاخيرة قبل انتقال القمر للقوس عشان هيك بصير فيه خلوم مسار خلوم المسار هذا راح يبدأ الساعة 9 و19 دقيقة مساء ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الاربعاء لغاية الساعة 2 و39 دقيقة صباحا هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر انحساره المكتمل 14 يوم في تمام الساعة 33 و32 دقيقة عصرا بيصبح 15 يوم نسبة الاضاءة 95% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة منتحس بنسبة 15% القمر في العقرب حتى يوم 26 خمسة سعيد بنسبة 15% الان ولكن كل ما اقتربنا لساعات المساء بيصير يزيد فبتوصل لغاية 45% بالنسبة لعطارد في الجوزاء لغاية يوم 29 خمسة بعدين بده يبدأ عملية التراجع فهو سعيد بنسبة 60% الظهرة في الجوزاء حتى يوم 2 ستة سعيد بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 45% المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوبيت راجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بعطي فرص لموليد برج الحمل لها مكاسب مالية هاي المكاسب بتيجي عادة من مصادر لها علاقة بشراكة أو تعويض أو قروض بنكية أو تمويل أو أموال لكم بتستردوها أو تسوية مالية ولكن بتكون تنتبهوا لأن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا اليوم برضو تعالجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء أثناء التعامل مع الغير حاول أنك تستشير وتتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع برج الثور بينصب تفكيركم اليوم على موضوع الشراكة يعني الاهتمام كله بكون إلو علاقة بمواضيع بتتعلق بالشراكة شراكة مالية شراكة عاطفية يعني أي شيء إلو علاقة بالشراكة اليوم رح تهتموا فيه طبعا ميزت إنه القمر بيكون مقابلك تماما إنه بيضعف من طاقتك وبيجيب لك بعض السلبيات غير الإيجابيات الإيجابيات على المستوى الشراكي والمصالح وهاي الأمور ولكن السلبيات بدك تحافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك لا تعرض لقاءاتك للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن أو القلق أو ذكريات تشعر بالظلم القهر أهم شيء إنه ما تيأس وحاول إنك تكون صبور وبتمشي الأمور برج الجوزة أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم اليوم لأن القمر زي ما حكيناه موجود في البيت السادس إلو علاقة ببيت العمل وعلاقتك بالزملاء أو عمل جديد وفي نفس اللحظة يعتبر بيت الصحة فبتكون تنظموا اليوم جدوى الغذائكم حاولوا أنكم تأخذوا قصد كافي من الراحة ما تجهدوا حالكم بشكل كبير لا تسمح لأي أحد إنه يشكك بقدراتك ناقش استفسر عن التفاصيل وأدق التفاصيل حاول إنك تشتشير الخبراء خصوصا بالأشياء اللي أنت حاب تعملها حاول إنك ما تتشبث برأيك على أنه أنت صح حاول إنك تراجح حالك أكثر من مرة استمع لأراء الآخرين بهدوء وروية ما تتسرع في قراراتك ممكن اليوم تنشغل بملف أو بمعاملة بتحاول إنك تنجزها برج السرطان طبعا اليوم هذا يعتبر يوم إيجابي بالنسبة للكم بشكل كبير القمر في مكانه بيعطيكه دفعة قوية جدا من الحضوض من العاطفة يعني الأجواء مبهجة بشكل واضح ما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا ممكن تنجح في مفاوضات وتحقق أعمالك نوع من أنواع التقدم وهاي الأمور رح تكون واضحة حاول بس أنك تخصص من وقتك جزء لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة وبرضو عندك قدرة على التواصل مع المحيط بشكل جيد الفترة هاي ممتازة ويعني فيها نسبة حضوض عالية فحاول أنك تستغلها برج الأسد طبعا ما زالت الأجواء بتركز على البيت على العائلة على أمور عائلية بشكل كبير أو بيتية فبتنهمكوا إما في إدخال تعديل على مساكنكم أو على شيء له علاقة بأفراد العائلة أو مشكلة أو مساعدة أو نوع من أنواع الاجتماع العائلي أو حدث عائلة اليوم ممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات تيجي مع الحبيب أو مع أفراد العائلة الفترة هاي متوترة ممكن تضطر للإهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم يجي أنك ما تهمل صحتك حاول برضو تقلل من المصاري في قدر الإمكان لأنه ممكن شوي يصير بعض المتطلبات العائلية أو المنزلية أنه شوي تستنزفك ماديا برج العذراء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات اليوم عندكم نشاط عالي جدا وقدرة على التواصل عالي جدا صحيح أن العصبية موجودة الحدية موجودة ولكن اليوم رح تكون أفضل من يوم أمس يعني أقل ضغط عليكم هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة أو لتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وعن توضيح أفكارك اليوم ممكن تطلق إما حملة ترويجية لشيء معين أو ممكن بعضك يسمع خبر سار يعني يسعده بعد الضغوطات اللي صارت عليه خلال يومين الماضيات برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط الميزانية والفرصة بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم إشي إنك تتفائل بالخير حاول إنك تتحرك اسعى للوفاق والحلول الوسط لطف الأجواء حسن العلاقات هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الإنشغلات على الصعيد المالي طبعا الفترة إيجابية ولكن دك تنتبه على الوضع المالي بشكل كبير حاول إنك تقلل من مصريفك وبرضو حاول إنك تنتبه على أموالك من الصرقة أو الضياع برج العقرب طبعا النشاط اليوم أكثر كمان من يوم أمس عندكو نشاط وعندكو حيوية وبينجذبلكم أفراد الجنس الآخر بشكل واضح أهمي شنكو تبادروا لخطوة جديدة من شأنها نهتدعم من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك وبتستعيد كامل حيويتك وممكن تتلقى جواب بتنتظره اليوم اليوم برضو بتفرح لخبر أو لإنجاز معاملة معينة ممكن تنطلق بمهمة طال انتظارها وفيه إش جديد رح يدخل حياتك خلال اليومين هدول وتعتبر هاي الفترة من أكثر أيام الشهر حظا برج القوس بتجتازه بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا وهذا آخر يوم طبعا لأن القمر بكرة بده يبلش ينتقل عندكم فعشان هيك بظل في نوع من أنواع الضغط اليوم رغم عدم وجود أي مخاطر بس بتكن تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة حاذر من بعض المحتالين ومن خيبات الأمل الحضوض قليلة أهم مش أنك ما تجازف بانتظارك تأخير أو فوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة خلال هذا اليوم يعني مشي بشكل روتيني برج الجديد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم نشاط اجتماعي عالي عندكم بترتاحوا يعني بلقاء كل الأصدقاء بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق أهم مش أنك ما تعمل وحيد حاول أنك تشارع تشارك قدر الإمكان وساعد قدر الإمكان وتعاون مع الغير قدر الإمكان عشان تقدر تحقق النجاح المطلوب اليوم ممكن تفرح بوجود أحد الأصحاب الفترة هاي برضو بتحمل نوع من أنواع الترفيه عن النفس في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب بإدخال تعديل على عمله أو تحسين عليه اللي بيعمل برضو بينجح بإثبات جدارته ونير رضى المسؤولين منكم ممكن يهتم بصحته أو صحة أحد الوالدين وأهم شيء إنك ما تنجر ورى التسرع والإنفعال حاول إنك تكون هادئ البشكل القمر نوع من أنواع التحدي في لحظات معينة ممكن تبدو غاضب أو عدائي ما أدك تحاذر الخلافات قدر الإمكان ممكن اليوم يعني تحصل على تكريم معين أو تحصل على فرصة مهمة أهم شيء إنك تكون مستعد برج الحوت بيصلكم خبر صار من بعيد وبتنشطوا اليوم بالاتصالات والحوارات على أنواعها وخصوصا مع أشخاص خارج البلاد في منك رح يهتم بامتحانات أو دراسة واليوم رح تشعر بقوة العاطفة مع أحباكم هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج أو تسوي مهمة أهم شيء إنك تهتم بهواية جديدة اليوم لأنه المجال مفتوح للهوايات بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي يعني عندك أكثر من هدفها بتنجزهم خلال هذا اليوم وبرضو عندك قدرة على إنجازها وعندك القدرة على التواصل مع المحيط بشكل كبير يعني اليوم في أشياء ممتازة حاول إنك أنت تتحرك لا يستغلالها قدر الإمكان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر